لا تتوقف جرائم التعذيب والاختطاف من قبل ميليشي الحوثي على الرغم من الوقفات العديدة التي نفذتها رابطة أمهات المختطفين في صنعاء آخر هذه الوقفات نظمتها الرابطة أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الرابطة في بيانها طالبت مجلس الأمنة بفرض عقوبات بحق المتورطين والمتسببين بجرائم تعذيب المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً مستنكرة قبول الضمير الإنساني اختطاف إنسان وتعذيبه حتى الموت وكشفت الرابطة وفات أكثر من 128 مختطفاً جراء التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والتشكيلات المسلحة في عدن ويتعرض المختطفون في سجون الميليشيا لأفشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي حيث يتم عزلهم في زنازين انفرادية وتقييد أيديهم وأرجلهم وحرمانهم من الطعام والشراب والأدوية وضربهم بشدة حتى الإغماء وتعليقهم لساعات طويلة وعلى الرغم من جرائم الميليشيات المتعددة بحق المختطفين وتعمد تكرارها إلا أن دور المنظمات الحقوقية والقانونية لا يزال خجولاً وهو الأمر الذي دفع الرابطة لمطالبتها بالعمل على ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاؤهم العادل